إذن إلى تداعيات افتتاح مكتب للمعارضة البحرينية في بغداد والتي تأخذ صداها في دول الخليج فبعد غضب البحرين من هذه الخطوة التي اعتبرتها أيضا الإمارات تدخلا في الشأن الداخلي ووصفتها بالسابقة الخطيرة مطالبة العراق باحترام سيادة الدول للنقاش ينضم إلينا من المنام الكاتب والبحث السياسي سعد راشد أهلا بك سيد سعد بداية ماذا وراء قبول العراق بفتتاح مكتب لهذه المنظمة التي تعتبر إرهابية في بغداد أولا مساءة اتلاف 14 فبراير ليس بغريب أن يكون مقرها في العراق لأن الأحداث الماضية وخصوصا المحاكمات التي جرت في مملكة البحرين كانت واضحة بأن هناك تدريبات تلقوها من العراق وكان مصدرهم يتلقون تدريبات لدى مقتدر الصدر ويتلقون تدريبات هناك في العراق من قبل حزب الله اللبناني وبالتالي هناك ارتباط واضح يبدو أن الحكومة العراقية لا زالت تابعة إلى طهران يبدو لا زالت هناك تدخلات إيرانية في الشأن العراقي مستمر وبالتالي أصبحت العراق اليوم ملاذ للأرهابيين والانقلابيين يدعونا هنا إلى تساؤل آخر هل العراق أصبحت إيران ثانية في المنطقة تهدد أمن دول الخليج وهل سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد العراق خصوصا أن الفترة المقبلة دول الخليج تذهب إلى عملية استرار منطقة الشرق الأوسط وبالتالي على العراق أن تسهم في عملية هذا الاسترار بدلا من تشتظنها على الجماعات الإرهابية يمكن أن تعيد هذه الخطوة التوتر لعلاقة العراق بدول الخليج بعد أن شهدت تحسن ربما ملحوظ خلال الآوينة الأخيرة ماذا نتوقع في هذه العلاقة؟ يبدو أن أتمنى من حكومة العراق أن تعي تماما ما تقوم فيه يعني هناك اللي شفناه من تحسن في العلاقات الخليجية العراقية في الفترة الماضية قد أفسدت الحكومة العراقية اليوم من خلال احتضان هؤلاء الجماعات الإرهابية التابعة لإيران بالتالي هل سنشهد هو السؤال الأبرز انتهاك سيادة العراق لسيادة دول الخليج العربي من خلال احتضان هؤلاء الجماعات يبعث حق القادات للدول الخليج بأن العراق لازالت مستمر على نفس المنهجية وبالتالي لا تترقب من دول الخليج أن تقف مع العراق في ظل هذه السياسات يبدو أن العراق مقبلة في الفترة المقبلة على انقسام داخلي في حال استمرت على تلك السياسة وأنتم تعلمون كذلك بعد الانتخابات العراقية هناك أحداث كثيرة أصبحت هناك في العراق وهناك انقسامات وبالتالي يجب أن نحذر جيدا مملكة البحرين وهنا نشير أن مملكة البحرين استدعت القام بعمال السفير العراقي وحدثته بشكل واضح وصريح أن هذا هو انتهاك لسيادة مملكة البحرين وأن هؤلاء مطلوبون لدى مملكة البحرين ويجب على العراق الالتزام بذلك وعليهم تسليم المجرمين الخارجية البحرينية استدعت في وقت سابق من الأسبوع الجالي القائم بعمال سفير بغداد في المنامة بالتحديد احتجاجا عن تصريحات رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعني ما الرسالة البحرينية التي وجهت للعراق لحكومة العراق في الآوينة الأخيرة يجب على العراق أن تلتزم بالاتفاقيات والمواثيق الدولية بخصوص هؤلاء المجرمين يجب على العراق أن تكفي شر إيران عن المنطقة لا تكون بوق لإيران تثير سمومها وتعاون إيران في ذلك هناك رسائل محددة أوصلتنا اليوم من العراق بأن العراق لم تتقير سياستها هذه الرسالة بدأت واضحة وبالتالي يجب بعادة تقييم العلاقات مع العراق وفق الحكومة الحالية وعليه فإن الرسالة ستكون واضحة عدم انتهاك سيادة الخليج بتلك التصرفات ونحن للأسف هذه التصرفات يجب أن لا تصدر من الحكومة العراقية ولا من رئيسها ولا من أي فرد من العراق لأن نحن نعتبر العراق دولة وامتداد لدول الخليج وأن صدور نفس هذه التصرفات سيكون له أثر غير مناصف في المنطقة سعد راشد الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من المنامة شكرا جزيلا لك